الغدة الدرقية ومريض الغدة الدرقية مريض الغدة الدرقية دايماً أسمع كده من دكتورة التغذية بتاعتي تقول لي من أكتر الحالات اللي بتوجع قلبي هو مريض الغدة الدرقية لما يجي يقول لي عايز أعمل ضايت لأنه هو بيبقى جاي محبط قوي وعمل كل حلول وبالنسباله أنا جاي لدكتورة التغذية تحصيل حاصل أنا عارف إن أنا مش هخس أنا حرقي فيه مشكلة كبيرة جدا بس أنا عايز أعمل اللي عليا شوفيلي بقى كرسي يخسسني شوفيلي حاجة تعلي حرقي شوفيلي أنا عارف كده كده إن أنا مش هنزل ووزني هيبقى ثابت مريض الغدة إيه الأعراض إيه الحاجة اللي ممكن أحس بيها لو أنا معرفش أو ما تشخصتش إن أنا مريض غدة درقية درقية إزاي أعرف في البيت إن أنا محتاجة ألجأ لدكتور وحل الغدة درقية وأعرف أنا عندي مشكلة والمشكلة وسطة لحد فين وإزاي أقدر أتفادى مشاكلها وإزاي أقدر أخس معنى علم إن مريض غدة درقية عندي مشاكل في حرقي حرقي قد يكون متوقف تماما هنعرف إجابات الأسئلة دي كلها من مين ياسر الحاصلة على الدبلومة في التغذية العلاجية من جامعة القاهرة زكا منوش عامل إيه عامل إيه الحمد لله فضل ربنا كله حل الحمد لله قولي لي الأول اعتبري كده أن أنا أو أنا فعلا مش همش قولك اعتبري أنا مش عارفة يعني إيه أصلاً الغدة الدرقية ووظفتها إيه في الجسم ولما بيحصل خلل نتيجتها إيه حلوة أبي أول حاجة هي وظفتها من وظيفها مسؤولة عن الأي الحرق بتوزع كده حضرتك تفضل روحي يا جسم كده حرق بقود نشاطه بتاعه وطاقة والحاجات دي طب هي الغدة الدرقية بتتكون من إيه من زرات من اليود وزرات من السلانيوم يعني لو اليود نقص في الجسم أو السلانيوم نقص في الجسم أنا بقيت مريض غضة درقية حلوة بس طب هنعرف إيه هي بتديني إشارات مفيش حاجة في الجسم بتحصل غير ما بتديني إشارات يعني إيه يعني يلاقي شعري بيقى عندي خمول وتعب وإرهاق ألاقي نفسي أطرافي بردة يا جماعة والله الدنيا حر إيش معنى أنا أطراف بس الأعراضي يخد يبالك برضو بتحصل لنا كلنا بس أنا بتكلم إن ألاقي نفسي كمان زيدي عليهم إن أنا بادخن بسرعة أكلتي هي هي يعني أنا مثلا مثلا كل يوم مثلا باكل أربع ملق رز وباكل خمس ملق خضار مثلا وأكلتي هي هي وحتلت اللحمة بتاعتي حضرات ما فيش حاجة حصلت صح ومجهودي هو هو بنظف في البيت وادزلع المدرسة وبروح وباجي وكل حاجة سامة هي اللي خليني أزيد بدون سبب مفيش سبب فنيجي ونرجع ونقول إنها يبقى عندي إرهاق هيبقى عن تعبانة وخملانة ومش قادرة ونضيف عليهم تساقط الشعر ولاقي نفسي أطرافي بردة بعض الحالات بيجي لها إمساك اللي هي نفسي مشنة زي ما تفنى زيادة في الوزنة طب دي الأعراض لي خمولة الغدى الضرقين طب نيجي بقى للنشاط العكس تلاقي عندهم الحرق زيادة جدا لدرجة فيه ناس بتبقى النحافة عندهم كتير قوي يعني 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 مريض الغدى الدرقية ممكن يبقى رفيع جدا 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 النشطة النشطة وممكن يبقى مليان جدا 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 حلو جدا والاتنين عندهم صعوبة في النوم ما برفش نوم بسهولة بتقولك أنا بحاول أدخل في النوم مش عارف نضيف عليهم بقى كمان نفس المشكلة تساقط الشعر في الفين في النشاط نفس المشكلة ضربات بقى هنا القلب سريعة جدا الثاني هناك تعبان وخملا وضغطه شوية واطي يعني هنا الضغط هتلاقيه عالي وهتلاقي ضربات قلبه عالية بعض الحالات عندهم جحوص في العين بعض الحالات ودي بتصنى في حاجة تانية تمام كده وده بيكون برضو ناشطة كده احنا عارفنا المشاكل فين طب ده نقص ايه وده نقص ايه ده نقص يوديوسلاني ونقص يوديوسلاني بس على حسب المنعة الجسدية وقعت ازاي وعلى حسب برضو هنا بقى تدخل حت الجينات اتفعنا؟ اوكي يبقى انا كده عرفت الاعراض لو انا عندي الاعراض دي لو سمحتي لو سمحتي تروح تحلل حاجة اسمها تي اس اتش هذه واحد اتنين تي سري ثالث حاجة تي فور حل وياريت ياريت نحلل الاكسام مضادة لان تسعين في المية من عندهم غضة دراقية بيكون عندهم اكسام مضادة وهما مش عارفين يعني اكسام مضادة يعني اكسام مضادة مش الاجسام المضادة دي اللي هي بتهاجم لو في مرض دخل على الجسم؟ الله يرد عليك لا دي بتهاجم الجسم نفسه بتضرب الغضة الدراقية دي في حالة ان انا مريضة مرض مناعي ما هو ده مرض مناعي اكسام مضادة اسمه ايشي موتو وده نوع من انوع الغضة الدراقية وساعات في ناس بمعندها تدخم افتحنا الغضة الدراقية تنقسم الحاجات كتير قوي ولكن الشائع جدا الخمول والنشاط وبعض الحالات وبرده دي كتير في مصر بالذات عندهم تدخم او عندهم عقد على الغضة الدراقية لقدر الله او عندهم الهاشموتو الهاشموتو اجسام مضادة المناع الجسدية ما عارفتش تسيطر عليها فراحت تضرب الغضة الدراقية اوك يبا اصلي عندي ايه المناع الجسدية واعة ازاي بقى problematic خلاص عارفت ان عندي غضة الدراقية خلاص اللي خلليني احصل لكده يامنا خليني ايمكن اتفادة ايمكن لو حد يعمل العدادي advertisers يعمل حاجات دي يتفادى برضو أول حاجة هرمون الأنسلين على طول عليه في الجسم تحط عليهم بقى كمان إن فيه سترس مفيش حد تسأليه ولا قوليك أنا عندي سترس الضغط العصبي الضغط العصبي إذا بيكونش ضغط عصبي أبو ساعة ولا اثنين إحنا بيحصل إيه أصلا ما بيحصلنا ضغط عصبي بيبتدي إن الغضة القضرية تاخد كولوسترول تبتدي تنتج به هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول يفعنا تفضل لغضة قضرية عينه ومه يا حبيبة قلبي الغلبانة تفضل تنتج في هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول لحد خلاص تعبت تكفاية بقى كده الجسم بيدي ضعب جدا بتوقف هرمون الكورتيزول هي بطلت تعبت منك بقى إنت مش عايز توقف سترس وطول الوقت الجسم تحت سترس يبقى هرمون أنسلين وسترس هرمون استروجين بيكون معلبات بيكون حاجات مواد معلبات عشان فيها استروجين بيحطوا حاجات بتحتوي على الاستروجين سويا منها بيحطوا المواد الحافظة برضو ضمن الحاجات المعلبات كل المعلبات ده هتلاقي فيه الفايتو استروجين موجود سويا المعلبات الحديد كلها حديد كل ده بيرع في الهرمونات حال حبوب منع الحمل انا ما قلتش ما انا اخدهاش بس لو انا منعتي الجسدية واقعة يفضل يا فن بلاش ناخد حبوب منع حمل شوف فصيلة تانية امنة طيب انت منعتك الجسدية واقعة لحد ما تزبطيها وساعتها ما فيش مشكلة اخده حبوب منع حمل انا ما بقولش لأ الحاجة انا بقول لو جسم واقع فرحيني بقى فرحيني بقى يعني انا دلوقتي عايزة حل وفي نفس الوقت الحل ده ما يعمليش مشاكل او ما يضربليش حاجة تانية خالص حلو جدا مين بقى هيكون معايا داعم في الحتة دي انا دلوقتي مريضة تغضة درقية وعرفت يا ست ان انا الاعراب بتاعتها وعرفت ازاي جت الاسبال طيب انا دلوقتي عايزة حامل مساعد اول حاجة ومشكلة بتاعت الناس غضة درقية قولك انا حرقي متوقف سكر الدم عندي مش مزبوط اول حاجة تقولك والله الاتليسي قول ليه لو بدخل يبقى ناخد عوالي مساعدة تعلي الحرق وحاجات تشبع فترة كبيرة وشبع طبيعي وليس شبع مزيف فلاقي نفسي ايه الاشارات اشتغل التاني صح بدل ما كان معمول لها غلواشة في الاول بسبب مقاومة الانسولين او بسبب سكري اتنين او بسبب سكر الدم السكر عالي في الدم قشور السليم قشور السليم بتنزل تنفش في الامعاء الياف طبعية لطيفة كلنا بنيجي لخص مشكلتنا كلها في الجوع صح كده؟ صحيح والله انا كان واحدة من الناس مشاكلي حارفين بجوع مش عارف سيطر عايزة حاجة تدعملي وانا بعمل ضايت وانا ماشي على نظام غذائي اي نظام غذائي في الدني يا سيدي مش عازي راح للدكتور فريق دكتور دعاء سوهيل هي دينا التعليمات الاركام اللي ظهر على الشاشة دي هي دينا التعليمات في نص ديك شعزها نظام غذائي يعني انا لما هاتصل بالاركام دي هيرشحولي البرودكت او المنتج على حسب حالتي على حسب حالتي بلاس ان هم هيواصبوا معايا طول الوقت مجانا الله ينور عليك مجانا مجانا وكمان الشحن مجانا كل اللي علينا هاتصل هوافر وقت هوافر فلوس هوافر جهد يبقى اول حاجة خليتنا شبع خمس ست ساعات متواصلين وقدرت سيطر على الجوع وسكر الدم تزبط لان الالياف الطبيعية اللي كشور السلم بتزبط مستوى السكر في الدم والزبط الكلسترول اغلبية اللي عنده مريض غضة درقية كلستروله عالي اوكي فأنا يبقى مين هزبط الكلسترول برضو خشور السلم هل في عوامل مساعدة بتزبط الحرق معنا كزا ببطت الشبع صح خلاص مليت المعدة بقى بفايبرز او بألياف ألياف طبعي وصفر سعرات حرارية مش احنا كل مشكلتنا كلها ان المدخول ده فيه سعرات حرية وانا خايفة من السعرات الحرية دي التخني تب يستي هديكي حاجة سفر سعرات حرارية سفر جسمك هيصرف عليها و هيعمل مجهودة عشان يهضمها والهجم ده هيؤدي انك بتصرف سعرات حرارية من عندك بصرف على حاجة سفر اتفاقنا نضيف عليهم بقى عندي كده أربع حاجات هتزود للحرق الناس اللي هبتقولك أنا حرقي الحرق بتاعي ما بيتحركش انا بقف على الميزان مفيش مش لقي جرامات حتى تتحرك بالعكس ده في زيادة في زيادة مش هارفة عمل ايه ونطبط بيحبتني أكثر طب انا عايز حرق الجسم بقى شوية والخمول والتعب والإرهاق اللي قلت عليهم من شوية بترغضة دراقية الناس دي حرفية امتبقى قعدة غزبا عنها تقوم منهم عايزة تنام تاني مين بقى هيزبط الموضوع ده رقم واحد معي القهوة الخضر رقم واحد أحمد كلوروجينيك كل اللي عندهم غضة دراقية عندهم في جسمهم سموم كتير عايزة أضرب السموم دي وعايزة تخلص منها لكل أكسادة ليها مضاد أكسادة يعرف يسيطر عليها فانا عايزة دخلك مضاد دود أكسادة يا فاندو عايزة خلي جسمك يصحصح ويفوق القهوة الخضرة تحتوي على أحمد كلوروجينيك قهوة خضرة بخير هكده ما تحمصتش وحاجة يعني مليانة وضادات أكسادة تنطف بقى الجسم كل السموم دي تفوق الجسم معايا أدي أول حاجة دي القهوة الخضر ممتازة للحرق نضيف عليهم بقى نفس اللي بتعمله القهوة الخضر الشاي الأخضر بيعمله بيعلم معدلات الحرق في الجسم ويخليكي نشيطة ذهنيا وبدنيا دايما الناس اللي بتعمل ضايت ما عرفش ليه تدوس لنفسك طول الوقت مهبطة يا منا صح ومش قادرة وضيخة ولو ولا عارفة تروحي جم ولا عارفة أصلا تروحي شغلك ولا طول الوقت انت ماشي أعملها كده وبزيب في الغضة الدرقية ده أكتر والله أنا كنت مريدة غضة الدرقية وعارفة ده كويس يا فانك تعبانة وهزلانة ومش قادرة أعمل أي حاجة في الدنيا أنا سيبوني على ده مكان أتحرك ونش أومي النوم عايزة نال 12 ساعة نوم 16 ساعة نوم لأنه كنت ماشي كده نوم كتير قوي لو راحا فين بعد كيف 16 ساعة نوم 16 ساعة نوم لو قصران يوم 24 خلاص كده من أبسحة باش فيه وراجة يعني تبسح ده من ساعة 8 ساعة إيه أكل فيه ومرجح أكل حاجة وأنا من تاني أيها فاندي بنام كتير جدا ولسه ما كانش الحمدل اللي لسه عندي أطفال حرامش اللي بيبقوا محتاجين برده رعاية واهتمام فكل ده حصل لي بسبب التراب هيرموني التراب هيرموني بوز الدنيا كلها بزيده مش عارفة مالي دي كانت نقطة من النقطة تبنيجي بقى بعد كده إحنا الجارسينيا رقم اتنين معي دي ثمرة استوائية جميلة لطيفة مسؤولة عن تزبط لك مستوية الكوليسترول في الدم تزبط لك الكبد الدوني تعليلك مستوية الكوليسترول النفع وتزبط لك الحرق يبقى برضو نفس الكلام يعني أنا أخدهم كلهم يا منا لا مش هتناخدهم كلهم كل واحد قلنا على حسب إيه حالته الصحية يعني مثلا أنا واحدة بتفرج دلوقتي على البرنامج هتصل بالفريق الطبي قالوا يا جماعة أنا بحس مثلا بخمول أنا حرقي متوقف أنا عندي ستريتش ماركس مثلا أنا عندي نقص فيتامين هم هيرشحولي البرودكت بالزبط اللي بيعالج حالتي الله ينور عليك هم بتطي يقولك أنت محتاجة واحدة اتنين تلاتة طب معانا إيه من ضمن الباكتج بتاعتنا يعني أنا عندي حاجة تشبعني فترة كبيرة وحاجة هتسيطري على الحرق هم قبل ما ننتقل للنقطة بتاعت الشد التراهولات خلينا نذكر نقطة مهمة جدا وهي إن في حاجة تعليلي بقى فيتامين سي الناس دي منعتها واقعة جدا وهقول كمان إزاي نعلي منعتها طب أنا دلوقتي عايزة حاجة تعليلي المناعة لما أنا قولت كده قهوة خضرة جارسينيا شيء أخضر حاجة تعليلي المناعة التوت البري مستخلص التوت البري أربع أضعف فيتامين سي عن أي حاجة تعنيه كل فيتامين سي بقى موجود مضادات أجسادة منع الجسدية زادت الدنيا عندي فائد جوا بدل ما كانت كل الدنيا نايمة وفيه أجسام مضادة أو فيه سموم ماشية مختر في الجسم حاتش عارف يعني يربطها كده ويقولها يلا مع السلامة من هنا طب مين هيعمل الكلام ده؟ المستخلص التوت البري بقى أنا معي أربع منتجات بس قوليني عن الحارق ويخلوكي كده إيه بصح صحة كده والحارق بتاعك يزيد ويتحرك على الميزان وطبيعي وآمن ومالوش أي أثار جانبية ومرخص برضه وزارة الصحة المستخدم اتفقنا؟ نيجي بقى الأهم نقطة المالتي فيتامين من ضمن نسحالا نقص الفيتامينات قلت لي قبل كده في حلقة من الحلقات أن أنت أحيانا لما بيجي لك مريض سمنة بتطلبي منه إن بادي في ناس في بعض الدكاترة يقول لك روح يعمل لي تشيك أب على الفيتامين معرفش بتسموها إيه بس هو عايز يتشيك على الفيتامين بتاعتك فأروح أقول له مثلا طب أنا أروح أحلل نقص الفيتامين ليه يقول لك أصل نقص الفيتامين ممكن يؤدي لمشكلة في حرقك صح كلميني شوية في الحتة ده مين المسؤول عن الحرق وجسمين أصلا؟ اتنين مهمين قوي ودول رقم واحد يعني الاثنين زي بعض أول حاجة فيتامين دال لو نقص بيبتدي الحرق يقل لغضة درقية بوس برضو أرجع ولغضة درقية لأن هي المسؤول عن الحرق يا فندا مين كمان معي لو نقص في الجسم ألاقي نفسي ما بخصش وميزاني ما بيتحركش مغزون الحديد أروح أحلل اسمه إيه؟ اسمه فرتين يا فندا اسمه؟ فرتين 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 أروح أحلل الفرتين مغزن الحديد نفسه المغزن المغزن ده يا فندا مسؤول أنه يوزع الحديد على كل الجسم بيسحب من المغزون يبتدي يوزع المغزن فادي هيجيب من إيه؟ طب لو نقص الحديد في الجسم ينقص الأكسوجين على طول ده الاتنين أصحاب كده لو ده نقص ده يتقمس وينقص هوه كمان يعرف يعني ما فيش الأكسوجين فيش تجديد خلايا الهضم والدنيا اللي بتحصل جوه دي كلها يا فندا مش هتبقى ألطف حاجة يبقى أنا كده أرجع وأقول إن من ضمن الحاجات الأساسية اللي مسؤولة عن الحرق فيتامين ده المغزون حديد يليهم الزنك تجديد الخلايا من قصام الخلايا الخلايا تجدد والدنيا تبقى جوه شغالة الـ line hour الزنك شفتي كده الرئيس في العمال اللي من غيره الدنيا دقع هو الزنك ده مسؤول كمان عن الهضم ما فيش زنك ما فيش هضم مش هضم حلو تفعنا؟ تعالي نبص كده على شوية صور تحمسنا ورونا كده كرش البلونة كرش البلونة ده فظيع فظاعة السنين طبعا وعلى فكرة بشوف هي مشكلة رجالي أكتر كرش اللي هو هو الكرش الرجالة البلونة وعندهم تثدي هتلاقي فيه تثدي وهتلاقي عندهم كمان مشكلة إن الكرش بتاعهم طايت مشدود قوي ناشف ناشف مش زائل تجي تحط إيديك على الكرش تلاقي كرش إحنا عندنا زيو أيو خلافي كده زيو زيو إنها الرجالة أو بعض الرجالة بس فانت لقي عندي عنده كرش كبير جدا وناشف ناشف تاعي ده ومشدود قوي الكرش ده ده بيكون بسبب الدهون الحشوية مستخبية وراء العضلات ما بين الأعضاء فمن كتر الدهون بيبتدي البطن تطلع لبرا تطلع لبرا فلما يبتدي عندي أول حاجة أبص عليها الكرش اللي هو البلونة ده المشدود قوي ده التراب هرموني مع كلسترول يعني التراب هرموني أي فعن فيه تسدي هرموني استيروجين عالي وتستستيرون اللي هو الأساس عنده ابتدي يقلم ابتدي الاستيروجين ياخد وضعه معاه يبتدي الراجل يحصل له أرضاف يبتدي الراجل يحصل له أفخاد نفس الشكل بتاع السيدات نفس الكلام السيدات المينو بوز حالي كده قلنا الرجالة اللي بيحصل لهم تسدي تسدي ونكرش البلون ونكرش البلون ودول برضو حلهم إيه الجارسيني أو القهوة الخضر طب الستات بقى اللي بيتدي تزيد بيزد بقى في المينو بوز فترة انقطاع الطمس الهرمونات البيضة دي بتقدر تخليها تكتسب وزن بكل سهولة طب مين هيزبط للموضوع ده أول حاجة شهيتها تبتدي ببوز بسبب اضطراب هرمون الأنسولين نضيف عليهم انخفاض في مستوات الفيتامينات والمعدن بزادة فيتامين دا كل استيطاتك حضرتك حملت وخلفت وردعت كل ده مش من جسمها كل ده بيقع فهي لازم تهتم بنفسها عشان كده حطينا مالتي فيتامين من ضمن الكورس يقدر يكون داعم للناس دي داعم لأجسامهم من مناع الجسدية بتاعتهم البنات بقى طيب إحنا البنات واضح ان البنوت هي ناس انها صغيرة يعني ان شاء الله سنها باين جدا لما خست البنت هنا أو الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا دي كان السم عندها متركزة فينا انا يمكن الصورة مش موضحها لي اول دي بقى بصي من اول فوق عارفت جسم التفاح للحد الركب ده بمليان كده داير ما يدور أنا كده أنا بخن كلي على بعضي مش منطقة معينة وشي بطني برجلي فهان بصت لايه فيه فيه عركة مشي على الارض باكي الجي كيل أنا كنت نفس الكلمة خنت كلي على بعضي يعني ماما كانت مسابيني البطريك أمي البطريك البطريك الضربة بما بتيجي من الاهل والله يا مننا أم الله بلا تبقى مؤلمة يا شايفة ماما دا الوقت اللي بيحصل دا حلو جدا فالجسم دا بيبقى محتاج كل دا ينزل وده بيحتاج وقت احنا ضد دكتور سوهيل ضد النزول السريع تقولك أنا حتى الفريق بتاعها مزبطوهم انه ما يخصش أحد بسرع يا معا أصلي الجسم بيوعي يا جماعة في ناس بستخدم برودكت معينة يبزت قوي انه خص رقم كبير وهو مش مدرك انه الموك يكون هو منزلش ولا نقطة فات هو فقط مية مية يعني ويقول لك ايه بقى أصل البرودكت دا هو لنزلني عشرة كيلو في شهر حضرتك خصيد دهون طب انت بتاكل صح طب انت بتأكد أصلا ان اللي خصيسك هو البرودكت دا مش ان انت بدأت تتزبط في أكلك وده غير كمان في بعض المنتجات بتعمل شبع مزيع وفي بعض المنتجات على المدى البعد بتجيبلك اكتئاب لأنها بتلعب على كيميا المخ ما هو ده من ضمن الحاجات اللي بتلعب عليها أول حاجة أول حاجة تلاحظيها على نفسك بطنك فضية وفي إشارة مبعوطة غلط غلط تركيزي قوي الجسم من إشاراته صح مفروض تبقى صح مبعوطة غلط بتقوله يا باشا احنا المكان ده مليان مليان ايه انت بتتحك على الجسم من جوه لجوه ده مصيبة بعد كده تلاقي الشهية ضربت معه وبازت هيرمونات الشبع والجوع ابتدوا عنده يحصل له التراب تلاقي عمل ايه خس عشر كيلو تخن خمسة عشرين كده وقبل ما يدخن هو طول فترة استخدام المنتج ده اساسا هو اشتاق حد في البيت ست بتزعق على قدفها حاجة انفعلتها حدة جدا عصبية جدا ناس تخدمت منتج بالنسبة لها هو ناجح اللي هو نزلها بالفعل على الميزان هي نزلة نزلة رقم كبير سيني مش قلتك انه نزلة مية او الوصفة العشبية الخزعبلية ايه الوصفة العشبية دي وصفة تروح تقوله انا عايزة الاعشاب اللي بتخصص تاخد الاعشاب اللي بتخصص من عند العطار تروح البيت يجي لها اسهال يقولك دي اعشاب بقى مش هتضرني الله ينور عليك اه دي اعشاب بتعرفها بتضرب مين الكلب حتى الاعشاب الاعشاب تضرب الكلب الكلب محتاجة مين عشان تعرف تشتغل مية الاعشاب دي عملت ايه ضيعت المية حضرتك دغيلة ان الاعشاب دي ما بتكونش صحية كفاية ان هي تدخل الجسمة اصلا هما بيبسطوا اني بيجي لهم اسهال والله العظيم فيه اعشاب وبتتباع في كل حتة تمام او باكتز كده حضرتك تشتغل عشان تعمل اسهال بتعرف الاسهال ده بينزل في ايه او انت عارفة لما يحصلك اسهال انت بتوقع جسمك ايه مية بس كده شوك افليك تتباع على كده وضيف عليهم بقى مغنيزيا مراح صوديا مراح كولورايد راح وضيف عليهم كل البوتاسيا مغنيزيا كل المعايد اللي جسمك محتاجها عشان ضغط الدم يتزبط راح بس فيه كمان حاجة حلوة لازم يعني نتكلم فيها على فكرة احنا ممكن برضو نخس باعشاب وما يبقاش عندنا مشاكل بس هنا عشان كده طول وقت بتكلم معاكي بفكرة تصريح وزارة الصحة يعني ايه تصريح وزارة الصحة يعني الحاجات دي تم عليها اختبارات كتير وانا اه بستخدم اعشاب بس انت مستخدم اعشاب ايه ايه النسب اللي انت حطتها ايه الجرعات اللي الناس هتاخدها ايه المرأبة لكن انا لما اروح لحد غير مختص واروح اقول له اعمل لي توليفة انا معرفش ده مكون من ايه معرفش قانونا وصحيا من الجهات المعنية هل ده مصرح بيه ولا لا وابسط قوي بقى لو سعره رخيص تفهم قصدي فهي هو الموضوع اه دي اعشاب وقاضي اعشاب بس هنا فيه رقابة هنا فيه داكاترا مختصين بيتابعهم هك اول باون حاجة اسمها اختبار عينة اختبار عينة ده يطلع لك المكون او الاكياس دي او الاكياس دي مكوناتها ايه 100% اختبار العينة وانا شايفاه 100% بس قشور سليا يعني مش عليه منتجات تانية كميائية عشان مش عارفة تعمل ايه خالص طبيعي وامل ومش اي قطار جدا يا حاج تنفش في المعدة بتشور السليا وتخليكي شبعينا فترة كبيرة شبع طبيعي وليس شبع مزيف طب انا عايز حاجة تساعدني مبرة باقي يا من الله يبارك لك بده من رحمل جلسات وادفع فلوس عشان فيه ناس كتير قوي بتعمل جلسات في اماكن خلاننا نقول ماليش دعو باقي بس انا رأيي في الاخر غير موصوقة طب انا بجبش النتيجة غير موصوقة طب انا اعمل ايه بقا كريم شد التراهولات يحتوي على الكافين وعلى الكولوجين كل استتات والله استتات ايه اطفال يحتوي دورة على الكولوجين من دلوقت من هم مصوغنانين كتير شببشريتي مش عايزة بطل طب لو قلتلك هحط لك من ضمن الكورس ده او الباكتش دي كريم شد التراهولات ويهدية بتخاف اوي كمام من موضوع الحقن الكولوجين في الوش انا انا شخصيا مش من مدرسة دي جماعة يعني مش من مدرسة ان انا روح املى الخطوط اللي في وشي مش عالفة بيقولوا عليها الخطوط التعبيرية والحاجات دي انا بخاف منها جدا ما لهم حلو هم نورت ابرة ابرة في الوش بخاف منها اوي الابرة في الوش ما بخافش معاليش يا مينا بخاف منها اوي في عندنا حاجات اهي كتير اه 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 عادي عايشين والله بن قدمين دي طبيعة يا فاندم انا ربنا سبحانه وتعالى دي مرحلة ما انا مكانش كده ما على الوقت الدنيا بتحصل كده عادي والله قدرت اتقبل لما اكبر شوية الدنيا وقدرت اتقبلها قدرت ما قدرتش خلاص ايبقى روح بقى الديني حوله ولا حاجة تعارفة قبل كده شفت انتربيو الفنان العظيمة سناء جميل كان استاذنا مفيد فوزي بيسألها بيقولها انتي ليه ما فكرتش ان انتي تروحي تشدي وشك بطريقة معينة وفي موضة طلعة دلوقتي ياهتلو برقيت كده انتي عارفة اياه كنت نشفة شخصية نشفة شخصية ياهتلو انا اتبرة من دول ده عمري ده شقاية دي سنينه عمري مين قالك ان انا بتعامل مع دول انه هما معناهم ان انا كبرت او عجست او رحت علي ده كل واحدة من دول في وشي يعني يقولك ايه قلم في قلب يتعلمته خبرة زادت علي دور جديد ممكن اخده وهنا اللي بعمله النهاردة ممكن ما عملوش كمان سنة ففعلا فيه ستات بتتعامل بفلسفة ومنطق مع التجعيد او الخطوط التعبيرية بطريقة برضو لها فلسفة ولها رؤية معينة ممكن كل واحد فينا بيبص في المراية بيقول وبيتعامل مع عيوبه ازاي اذا كانت عيوب شكلية في وزن او شعري غفيف او عندي خطوط تعبيرية فيه ناس بتفلسف الموضوع فلسفة يخليكي متقبلة نفسك في اي شكل من الاشكال رادية الرضا سبحان الله يا ربي الحمد لله على الرضا والله انني بحت نعمة في نعمة الرضا دي من ضمن الرضا شكلك قدام المراي وانعكاسها هل انتي متقبلة دول مش متقبلة فيه بنوتة بتبقى كيرفي وتقولك انا يا ارضي تهدي وعليك يهدي انا رادية وفيه واحدة تانية تقولك لا والله انا كان بزبوزة دولة انا عايزة احرقه عايزة بقى حاجة كده تضبط بس تنزلني ابو عشرة كيلة كل ده ينفع لو اخدنا الكورس اللي معينا النهاردة والكورس مش كامل على فكرة يعني مش اخده كله على بعضه انا اخد اللي يناسبني انا واللي هيناسبني انا ده الفريق الطبي هو اللي هيقوللي عليه هفضل شابعنا فترة كبيرة مش هبقى لأكل قدامي وعيني هضطل عليه يا فاندم كولي كولي يا روحي بس انت انت اوتوماتيك ماش هتقدار يتاكلي كل ده انت هتاكلي كمية اقل ما كنت بتاكلي قبل كده بسبب الشابع الطبيري بحصلك من القشور السريعة مزاجك هيتزبط كل الالياف ما بقت موجودة او بتدخلي الياف في جسمك كل الجسم الامساك ما بقاش موجود الدني بقت لينة وقلطف كتير الامساك معناه ان يروح معناه ان جسمك ينضف اول باول بيخرج الحاجات اللي مش نضيفة شفت لما تروقل بك كده وتضافي وتمسيحك شفت ايوة نفس الموضوع تحسنك الله الجسم نفسي كان بيفوق الاطفال يا من الله من سن كام يقدروا يستخدموا الكورس او المنتجات دي لحد سن كام احنا ما حطناش صور اطفال صعر احنا معنا اطفال عايزو اقولك ان ينفع من الاول عشر سنين كمان من عشر سنين ينفع من عشر طبيعي وامل قشور السليم طبيعية وامنة وملايش اهو طفلة ومشاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله يا حبيبي اه عشر سنين شوفي كان ازاي كرشير بلون داك لو كنكمل على كده خدي عندك رزق كتير لأمراض كتير قوي ده غير طبع مش قادر يلعب مع اصحابه ده غير انه تقيل مش قادر يتحرك وانزل هات حاجة من سوبر ماركت مش قادر اقول له طفل اللي بتحصل من العيل الصغيرة تنور 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 عادي يا روح يعني هو امن على الاطفال من سن عشر سنين وكبار السن وكبار السن امن وطبيعي جدا جدا مش اي اثار جانبية الناس بلقبش قادر يتحرك الجاي من الناس الكبيرة دي اللي في حرفين حرقها قلي جدا مساء بالسن طبعا لان هرمون النمو كل ما عمل كده والسن نكبر في السن وهرمون النمو بيقل كل ما اللي عكس يشوف عكس ازاي هرمون النمو بيقل الحرق في الجسم طبيعي بيقل يبقى انا كده عرفت الاول من الاخر مين هيشبعني مين هيزود للحرق في جسمي مين هيشد اللي التراهلات لو كريم شد التراهلات من دون الكورس في مالتي فيتامين على حسب طبعا احتياج كل حالة وعلى حسب من شخص التاني هياخد اهوى خادرة ولا جارسينيا ولا مستخلص الشاي الاخضر ولا توتي البري احنا كده هشرحنا الباكتج كلها اللي غضة الدراقية عرفتنا احنا هنعمل معها ايه الغضة الدراقية بس عايزة اناوى احنا نجا صغيرة اقول ايه الناس اللي بيطلعوا ترينداد دلوقتي بيقولوا والله الاكل ده ممنوع وده ممنوع بالزيت الخضار الصليبي البروكولي الملفوف الكرومب الكابوتشي الحاجات البنفسيجي دي مدودة اكسادة حلوة جدا هي مش ممنوعة يا فاندن بس ولكن احنا ازاي ناكلها كل طلبة منكو بس تعملوها على البخار تسلقوها كده عشر دقيق على البخار عشر دقيق بس وما هده لنا قدرنا كلها مسموح لنا كمية دا في اليوم لو انا مريض غضة دراقية نص كباية في اليوم يعني المقدار ده نص كباية اقدر اكل صلاطات عادي زي ما انا عادي زي ما فيش مشكلة كل الخضار الصليبي مش ممنوع ولكن بس يتسلق على البخار بصوا بقى حكايات بنات هنقعد نتكلم في حكايات البنات وهندر دي شو هنقول وقلنا وقال وكل حاجة وكمان هناخد معلومة طبية مهمة لحد هنا للأسف شرفتيني ونورتيني بتخلص فقرتي يا منوشة للأسف فقرتي وكمان حلقتي بتخلص اقدر اقول لحضراتكم بمنتال اريحية باي باي زبادي موسيقى